أسطورة الجاز هيربي هينكك اختتم جولته بالأردن بحفر في مسرح الأوديون وسط البلد وأمضى هينكك والفرقة الأسبوع الماضي بإجراء ورش عمل توعوية وتعليمية بين الناس مع مجموعات متنوعة من السكان في عمان وجرش وأمقاس وضمنت المشاركات ورشة عمل للطلاب والمعلمين مع قسم الموسيقى بالجامعة الأردنية ودروس موسيقى الجاز مع المركز الوطني للثقافة والفنون والمعهد الموسيقي وغيرها الكثير تفصيل أكثر من تابعها سوى بهذا التقرير من إعداد زميليتنا زين الخطيب موسيقى 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 لغة الفن لا تحتاج إلى ترجمة لأنها تتحدث إلينا جميعا بها الكلمات رحب أسطورة الجاز هيربي هانكوك جماهيرو في الأردن وفي كل أنحاء العالم لحضور سلسلة من العروض الموسيقية في كل من إربت وجرش ليختتم الجولة بحفل على مسرح الأوديون في عمان وذلك احتفالا بالعلاقات الثقافية الأمريكية الأردنية من خلال الموسيقى والفنون كنا سعدا جدا أن نقوم بجولات في الكثير من المحافظات وهذا مثال من كل الفعاليات الاجتماعات التعاونية بين أمريكا والأردن ورجعنا كما قلت لك بهدف زيادة التعاون بين بلدين فمن القمة إلى أرضنا هذه نقدر شراقتنا العظيمة مع الأردن فنشكركم ونتمنى أن الجميع يقضي وقت ممتع الليل حيث استطاع هانكوك أنه يجمع الشاق موسيقاه من كل مكان في العالم خلال رحلته الموسيقية عبر العقود فعبر هانكوك عن سعادته في العزف في الأردن وأشار أنه موسيقى الجاز نشأت في الولايات المتحدة إلا أنها تنتمي الآن إلى العالم كله فالجاز شكل فني له تطبيقات حقيقية في عالمنا اليوم والجدير بالذكر الموسيقي هيربي هانكوك هو عازف بيانو وملح عالمي وكان الجزء لا يتجزأ من كل حركة لموسيقى الجاز منذ الستينات حاصل على 14 جائز تجرامي وجائزة الأوسكار أكاديمي أورد وينر وفي سنة 2007 فاز هانكوك بجائز تجرامي لألبوم العام ليصبح أول موسيقي جاز بيحصل على هذا التكريم منذ 44 سنة كما أنه بيشغل منصب رئيس مجلس إدارة معهد هيربي هانكوك للجاز وأستاذ الموسيقى بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس هذا ما أحب بالجاز إنه لا يتجزل في واحد مكان إنه يتجزل في الوقت ومع الوقت ومع الناس ومع الناس وأنا محباً بشكل موسيقى بشكل موسيقى من الناس إلى تجرامي هنا سوف تسمعهم إنهم موسيقى 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 اشتركوا في القناة